خلال ترأوسه الاجتماعي مجلس المحافظين أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع خاص بموضوع مهم جدا وهو ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأشار رئيس الوزراء إلى وجود تقارير تؤكد عودة بعض التعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى رغم حملات الإزالة لافتا إلى أن الدولة استثمرت في منظومة رصد التغيرات المكانية وسوف يتم التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها كما شدد رئيس الوزراء على أنه لن يسمح بعودة مشاهد التعديات السابقة مرة أخرى وقال إنه سوف يتم التعامل من كل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة موجها بضرورة التحرك الفوري لكل محافظ يوميا لمواجهة أي مخالفات للتعد على الأراضي الزراعية يتم رصدها